السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وطبعا احنا شايفيني التضييق اللي بيحصل من الفيسبوك. اخبار كتيرة جدا مش بنشوفها. اللي بتصرب حاجة يعني واحد على مليون من الحقيقة. لو اندي عايز تشوف الحقيقة لازم تروح على التويتر والتليجرام. طيب دلوقتي في منصات عربية بدأت تظهر زي منصة بسام. تظهر انت تشارك فيها وفي حرية. والقيود مختلفة عن القيود اللي موجودة في الفيسبوك. يعني الفيسبوك في انحياز كبير جدا. فلذلك ممكن تستخدم منصة بسام. هي المنصة كويسة جدا. طيب ايه اللي فيها? اللي فيها ان انت مش هتلاقي صحابك على الفيسبوك. لكن ممكن انت ومجمعة من صحابك. مجموعة وقريبك. مجموعة من الاصدقاء. تتفقوا ان انتو هتتكلموا على بسام. او اي ملصة عربية اخرى غير الفيسبوك. عشان نقلل الاستخدام بتاع الفيسبوك. ما بقاش هو فكرنا ان الفيسبوك ده هو الاساس او هو النت يعني فيسبوك ده بعد فترة كده هنفهمه كده. لازم يكون لنا منصات تانية واحدة واحدة ممكن المنصات دي لو احنا دعناها تتطور وتبقى حاجات كويسة جدا. زي ما انت شايف في هوم في دي سكافر لو انت عايز تكتشف حاجة جديدة. في شات اذا تعمل شات بينك وبين الاصدقاء. تقدر تحط البروفيل بتاعك بالصور والحاجات دي كلها. انا هسيب لكم الرابط الصفحة بتاعتي هناك. انا لسه ما فعلتاش بشكل قوي. لكن ان شاء الله في المستقبل نبدأ ان احنا نفعلها مع بعض ان شاء الله. بالتوفيق. ولو حد يعرف اي منصات قوية نقدر نحنا نخليها بديل عن الفيسبوك. ياريت اكتبها لفيه الكومنتات.